تدور وانتقال من سيء إلى أسوأ هذا هو واقع النظام الصحي في العراق الذي لا يستطيع علاج أمراضه المزمنة فكيف يداوي من يلجأ إليه من العراقيين الذين أعيتهم الحجة وضاقت بهم السبل حرائق المستشفيات التي تكررت مرارا في السنوات الأخيرة وآخرها ما حدث في مستشفيي ابن الخطيب ببغداد والحسين في الناصرية رفعت الغطاء عن واقع القطاع الصحي لاسيما في ظل تحذيرات من انهيار المستشفيات القديمة وعدم الاهتمام بتحديث النظام الصحي وبناه التحتية طوال الأعوام الثمانية عشر التي أعقبت الغزوة الأمريكية للعراق ويعزو مسؤولوها الدفاع المدني غالبية الحرائق إلى تهالك مباني المستشفيات وقدمها وانعدام التجهيزات الخاصة بالإطفاء فضلا عن افتقارها إلى مخارج طوارئ مناسبة بينما يوضح مسؤولون في وزارة الصحة أن غالبية المستشفيات والمنشآت الصحية في البلاد شيدت قبل أربعين أو حتى خمسين عاما ولم تخضع طوال سنوات طويلة لأي عمليات تأهيل أو تطوير مشيرين إلى أن نحو مائة وتسعين مستشفى حكوميا شيدت بين عامي ألف وتسعمائة وخمسين وألفين وواحد تتوزع على مجمل أنحاء العراق بينما لم تبنى سوى تسعة مستشفيات فقط بعد عام الفين وثلاثة ويعكس وجود مائتين وخمسة وثلاثين مستشفى خاصا حقيقة أن القطاع الصحي يمثل استثمارا جيدا في العراق علما أن هذه المستشفيات تقدم خدمات طبية بكلفة باهظة ما يجعل روادها من أصحاب الدخل المرتفع في وقت يعيش نصف الشعب تقريبا تحت خط الفقر بينما لم تحفز جائحة كورونا المسؤولين على التفكير ببناء مستشفيات لرفع عددها إلى ثلاثمائة مستشفى وهو ما تحتاجه البلاد فعليا في وقت يجب هدم نحو ثمانين مستشفى باتت غير صالحة للاستخدام كل هذه المشاكل المتراكمة تضاف إلى فساد يخيم على نظام صحي يخضع منذ أكثر من ثمانية عشر عاما لتغييرات كارثية فرضتها معادلات المحاصصة الطائفية والحزبية والتجاذبات والصراعات السياسية التي أنهكت مستشفيات العراق وحولتها إلى بيئة طاردة للكفاءات فقدت على إثرها وظيفتها في علاج الناس ومداوات جراحهم ترجمة نانسي قنقر